ومهندس من قابل الباشمان الصمع معرفة شمهندس؟ معرفة دكتور لذا كانت كل خير شير محبه لتك باشم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله احنا نتكلم على موضوع الزكاء الاصطناعي فقبل ما نتكلم على موضوع الزكاء الاصطناعي حابب ان احنا نعرف ايه اصلا هو الزكاء يعني تعريف الزكاء نفسه فيريد تكتب لنا كده في الشات ايه هو الزكاء سواء على الزكاء او على الواتس اب يعني ايه زكاء يعني لما اجا اقول الشخص ده زكي الطفل ده زكي ايه هو تعريف الزكاء مش بتكلم على الزكاء الاصطناعي خالص انا بكلم على كلمة الزكاء او الكلمة في الجملة نفسها المشاركات من كتب على جروب الواتس ابي احبابي او على شات الزكاء ويحدات دول باشمان بصليات تمام فعايزين نعرف فعني ايه زكي ام تقول على حاجة انها زكية او ام تقول على شخص ان هو زكي تمام طيب احنا ممكن نقول على شخص ان هو زكي او حاجة انها زكية ان هو بقدر يفهم اللي مطلوب منه ويقدر ان هو يتفاعل معاه ولو حصل حاجة غير اللي هو تضرب عليها يقدر ان هو يتصرف في حد بيقول استخدام مهارات العقل في حل المشكلات كلام سريم ان انا اقدر ان اتصرف ان انا اقدر مش حافظ جمل معينة اعملها لا ده انا بقدر ان انا اتصرف مع اي موقف اتحط فيه ده كتب هسيقول لكم ان شاء الله في الزوم او في الواتساب انا اكتبه عن الزكاة الاصطناعي تعرف الزكاة الاصطناعي وابعاده ويهو التعلم الالة والتعلم العميق والحاجات ده كلها احنا شايدكم في التفاصيل ده كلنا النهاردة لان احنا مركزين على حاجة معينة لكن لو قلنا بقى الزكاة الاصطناعي تمام هو كدرة التفاعل والانجاز بسرعة بيفهم ويطبق تمام كلام جميل جدا فكرة الزكاة الاصطناعي ان هو يقدر يفهم انا عايز ايه ويتفاعل معاه ويش بيلتزم بالحاجة اللي انا دربتو عليها بحيث لحصل حاجة يروح واقف او متعطر يعني ممكن مثلا اكون ايله روح مثلا اشتري حاجة من سور ماركت فلو روح ولا الصنصير واقف او الصنصير متعطل بش يقدر الصرف روح سور ماركت وملايش الحاجة دي بش عرف تطرف هو حافظ خطوات خطوة واحد خطوة اثنين خطوة ثلاثة وهكذا الزكاة الاصطناعي هو محاولة لان احنا نقرب من الزكاة بتاع الانسان فلذلك هو مش زكاء صناعي لا اصطناعي يعني هو بيفتعل هو بحاول يبرمج الآلة انها تتصرف زي ما الانسان بيتصرف بيتصرف كأن في خلايا عصبية جوه الزكاة الاصطناعي ممكن هو بش فهم بيقول ايه بس هو بيبدأ ان هو يربط الحاجات بينها وبين بعض يعني هو مثلا بيشوف لما حد سأل السؤال ده جاوب ايه بيحفظ الإجابات ويقدر ان هو يجاوب على الأسئلة بنفس الطريقة الأجواب اللي فاتت بيشوف مثلا الناس بتتفاعل ازاي ويبدأ ان هو يتفاعل مع الحاجات بتاع الانسان هسيبلكوا الرابط ان شاء الله اسفل بعد الميتنج ونبدأ نشوف بعض الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في الزكاة الاصطناعي فيه حاجة مهمة جدا ان احنا نفهم ان نتعامل معه ازاي يعني ممكن واحد يسأل سؤال لزكاة الاصطناعي والاجابة تبقى رائعة واحد يسأل الزكاة الاصطناعي وتطلع الاجابة ضعيفة جدا فايه الفرق ده حاجة مهمة جدا تعالوا نشوف مثلا زي شاتج بيتي شاتج بيتي ممكن ثلاثة اربعة عندهم نفس الاسئلة ويسألوا نفس السؤال لكن ازاكاة الاصطناعي يديهم اجوبة مختلفة واحد فيهم ادالوا اجابة تفصيلية واحد فيهم ادالوا اجابة غلط وواحد ده اجابة سليمة دي حاجة اسمها برومت انجينير برومت انجينير دي وظيفة مرتبتها عالية جدا وسهلة جدا يعني مش مطلوب منك ان انت تدخل جامعة وتدخل خمسة سنين والحاجات دي كلها لا مجرد ان انت بتتدرب وتتعرف ازاي تسأل السؤال بتقدر ان انت تحصل على النتيجة اللي انت عايزة يعني على سبيل المثال انا عايز عندي درس بكرة لناس لطلبة وعايز يشاعدني في تحضير الحاجة دي ممكن اقول له ايه انا عايز موضوع عن حرب اكتوبر وسيبه واسكت هايجاودني بس مش هاديني الاجابة لما اسأله الطرقة معينة ايه الطرقة المعينة دي اول حاجة اخليه يركز على ان هو مدرس يعني اقول له ايه انت حضرتك مدرس تاريخ لو انت تسأل في الحسابات اقول له انت رجل متخصص في الحسابات لو انت تسأل في السياسة اقول له انت محل السياسي لو انت تسأل حاجة في العمارة اقول له حضرتك مهندس معماري تمام؟ فلازم تحدد له انت بتسأل في انا مجالي هو ساعتها هتقمص شخصية مدرس تاريخ وابدأ يسأل حضرتك مدرس تاريخ الابتدائي او الخامس الابتدائي زي ما انت عايز هتفرق في ايه بقى ان انا قلت له السياسي الابتدائي ان هو يعني روعي السن يعني ممكن يجيبها للطلب تقوله ابتدائي هتبع الإجابة مختلفة هيبدأ يبصدهم الموضوع شوية وهكذا فتبدأ ان انت تسأل اسئلة تفاعلية فهو يبدأ بقى يقول لي اسألوا مسئلة تفاعلية تعريف بسيط بحرب اكتوبر احداث الحرب يبدأ ان هو يجيب المعلومات كلها ويبدأ ان هو يحطها معي لاحظوا ان انا لو عايز اعمل الموضوع دوت ودورت في جوجل مثلا محرك البحث هياخد منه وقت كتير قوي وممكن بقى يقول لي انت ممكن تسأل لماذا سميت بحرب اكتوبر ماذا حدث بحرب اكتوبر والحاجات دي كلها طيب انا عندي سؤال ياريت الناس يتفاعل معي الزكاية الاصطناعي بدأ سنة كام الزكاية الاصطناعي بدأ سنة كام هل هو ريب بعيد من ايام الكودماء المصريين للحاجات دي كلها الزكاية الاصطناعي ياريت الناس تكتب تفسيكر الزكاية الاصطناعي بدأ سنة كام الزكاية الاصطناعي يمكننا أن نكون سميت عنه من سنة سنتين لكن هو من قبل كده هذا هو من التسعنات التمانيات السبعنات التسعنات من حوالي 1800 1800 1800 سنة لا سنة 1800 1800 لا هو الخمسينات الخمسينات الفكرة كلها بدأ الاستثمار في الزكاية الاصطناعي والاهتمام بيه ويبدأ حاجة مهمة والحكومات تصرف عليه مع الحرب العالمية يعني ممكن وراءة من 1956 يعني ممكن نقول 1954 الفكرة كلها انك هتفيه شفرة في المانيا بياخده ايام على ما يفكوها وهي بتتغير كل يوم فكل ما انت تفكها تكون شفرة دي قديمة ومنهاش لازمة فعملوا بقى زكاية الاصطناعي عشان يفك الشفرة دي وبدأ الحكومات تصرف عليه يعني هو يقولك انا نصرف ملايين ليه على زكاية الاصطناعي او عشان نكسب الحرب خلاص نصرف الملايين دي فانت ممكن حسب تخصوصك تبدأ تسأله السئلة اللي انت عايزها يعني على سبيل المثال انا شغال في المجال العمارة فجلنا ان احنا نصمم حاجة خاصة مبنى في الهند او مبنى هندي هيتعمل في قطر يعني تقدر طول مدرسة هندية سفارة هندية حاجة زي كده فانعشان انا نتعلم بقى العمارة الهندية رهيبة جدا يعني اخد وقت كتير جدا على ما فقلت له ايه انت مهندس معماري بقاس ان هو ما يجيب ليش معلومات عامة فرق لي بين العمارة العربية والهندية من حيث النسب واهم الخصائص الاجابة اللي جابها لي يعني بص النسب والحاجات ديت والخصائص والارتفاعات والاقواس والكباب والافنات الداخلية وكل الكلام دوت المواد الحاجات دي عشان اقعد ان انا افهمها بشكل حلو كانت تاخد مني فترة طولة جدا فهو اوفر عليها وقت كتير قوي ماشي جاب لي الاجابة دي اسكت لا انت ممكن تقوله بقى ايه انا عايز امثلة على العمارة الهندية يبدأ بقى يجيب لي ما تفتكرش من زكاة الصناعة ده تسأله اجابك وخلاص لا ده انت لازم بعد ما تسأله تقوله عدالي الاجابة لا مش هو ده اللي انا اقصده واحد صاحبك وجاوبك اجابة او واحد شغال معك في الشركة وسألته اسأله اجابة فما تاخدش الاجابة وتسكت وتقول ده هو جاوبني كده لا انت ممكن تقوله عدالي الاجابة لا معلش انا مش هو ده اللي انا اقصده لا ده انا عايز حاجة تانية وهكذا فلا ازم تفضل مع زكاة الصناعة لحد ما توصل للي انت عايزه والاجابة بتاعته مبهرة ليه الزكاة اللي صناعي دلوقتي بقى مشهور رغم ان هو من من 1954 وشغالين فيه الفكرة كلها ان كانت كمبيوتورات مش منتشرة والاجهزة غالية ما كانتش فيه اصلا وانت تعمل حاجة لازم تبارمج بلغة بس يعني صعبة جدا الاسكي والسي بلاس 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 وحاجات كلها دلوقتي مش محتاج برمجة انا ما برمجتش حاجة قدامك وانا دخلت على شرط جي بي تي وسألته كاني باسأل واحد صاحبي وفي امكانية في امكانية ان انا اكلمه صوت اسأله كده صوت كنت مع الدكتور وقربنا الموضوع دوت ان انت تسأله صوت يعني ممكن تقول له انا جعان دلوقتي اقول لي شوف اللوكيشن بتاعي وهاتلي اقرب مطعملية فيبدأ ان هو يجب لك المطعم الموجودة ممكن ترفع صورة تمام كنت انا صورت صورة سوق وف ده سوق مشهور في قطر وحد كتب لي على الانستجرام الصورة دي معناها ايه او الصورة دي بتاعني ايه فرحت بعدت الصورة دي لزكاة الاصناعي وكتب لي لان انا كنت مكسر ماشي خلينا ننفع صورة ونقول له اصف لي الصورة ديت ماشي دي صورة كنت بدرس حاجة في زكاة الاصناعي اللي هي الشراط المرور ازاي ان العربية وهي ماشية تقدر انها تتعرف على ان دي ستوب او ان دي شراط حمراء او كذا فانا اقول له او اوصف لي هذه الصورة تمام انا ما اوصف اطلوش الصورة وما رفعتش الصورة دي قبل كده يعني الصورة دي اول مرة دهالة فقال لي ان هو ده شارع ومزحم وفي مباني عالية وتفاصيل الشارع وتفاصيل المباني العلم الاشجار الناس اللافتات كل الحاجات دي قدر ان هو يوسف هالي ممكن اقول له ايه ادينا تفاصيل اكتر او ادينا تباريخها زي المدينة فيبدأ يدور اذا كان هو يقدر يتعرف على مبنى من المباني طيب الكلام ده يفيدنا ازاي في سوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي طيب قبل ما اقول لك ازاي في الناس ازاي لازم امان علي لازم ان انا اقولها ان وسائل التواصل الاجتماعي لها مزاي كتير كدا ولها مصائب وخربت بيوت كتير كدا فانت لازم تكون حذر معها ولازم تخليها حاجة تخدمك مش انت اللي تخدمها يعني لو حسيت ان وسائل التواصل الاجتماعي بتبعدك عن تواصل مع الاهل قلل منها حكمها صدت برنامج يقفلها حس انها بتبعدك عن ربنا لا حاول انت تسيطر على الموضوع حس انها هتدخلك النار بأي سبب من الاسباب ابدا ان انت قلل ومنع وهكذا يعني فيه تطبيقات معينة بتبقى فيها ضررها اكتر من نفعها فانت لازم تسيطر على الموضوع دوت لازم تشوف ايه المزايا و ايه العيو انت تبدأ ان انت تقارن لو لك ان حاجة مثلا بتشغلك عن الاولاد او مثلا في الناس كتير كان عندهم بطولات روضية وخصروها بسبب انهم انشغلوا بالتواصل الاجتماعي فالاولادها مش قادر ان انت تسيطر لا الغيها تماما من الموبايل بتاعها يعني انا عندي حساب على تيك توك لكن بش نسقطبه خلص على الموبايل بستخدام بس ان انا ارفع الفيديوهات بتاعتي على التيك توك انما لا بتخرج ولا بخش ولا حق مجرد بس ابلود للفيديو طيب احنا شوفنا الشاتجي بدي دلوقتي مثلا ممكن ايه ما نفترض يعني ان انت مثلا مدرس تمام فعايز تحطي معلومات معينة على السوشيال ميديا الهدف ايه؟ يعني لازم تسأل نفسك ايه الهدف؟ الهدف ان الناس تعرفني ان انا بدرس وان انا مدكن للمادة ديه فخلص ممكن استخدم الذكالي سماعي واسألوا سؤال التيب اللي مثلا انتزل فكتب لي الكلام اخدوا كوبي بيست احطوا على سوشيال ميديا غلق جدا لازم تراجع لازم تبعارف ان زكاة الاسماعي اقوى زكاة الاسماعي موجود في العالم في جزء من الهلوسة هي اسمام الصلح علمي كده هلوسة تمام؟ فلازم تفترض ان ممكن يكون في معلومة خطأ فتخيل ان انت مدرس وحطيت معلومة غلق في المنهج بتاعك اللي انت متخصص فيه تمام؟ ده كده هيعمل لك مشكلة جدا والناس هتشوك فيك والناس مشخصاتك فيك ما يفعش تقول لهم لا ده الزكاة الاسماعي هو الغلق معلش انت اللي حطيت الكلام باسمك وصورتك وانت غلق تمام؟ فهي دي اللي لازم تخلي بالك منها ان اي معلومة هتسأله وهتاخدها تبقى انت عندك انت للمشكلة دي عندك انت الغلق ده فانا ممكن اقول له ايه؟ اكتب لي كيما لا يزيد عن مثلا تلكمية كلمة عن مكتبة الاسكندرية خلي بالك انا ممكن اقول له تخيل ان انت مدرس سريخ او تخيل ان انت مهندس جغرافي او تخيل ان انت متخصص مكتبات مجرد ان انا قلت له الكلمة دي الاجابة هتختلف تماما يعني لو انا قلت له كده في اول حاجة انت متخصص تريخ الاجابة هتختلف تماما لو ندل ان انت متخصص في كتب فهيركز على المكتب اسكندرية حاليا وكتب اللي موجود فيها تمام؟ الكلام ده بقى تتأكد منه انت راجل متخصص في المجال بتاعك فهتبدأ تشوف الاجابة دي مزبوطة ولا غلط ولا ايه تمام؟ كنت عملت محضرة كاملة عن الجملة دي اللي هي الترجمة السبعينية للعهد الاديم لانها مش ترجمة هي تجميع تمام؟ طيب فده موقع مهم جدا اللي هو الشات جي بي تي بس نتعلم ان احنا نستخدمه في الشات جي بي تي في حاجة اسمها يكسبلور جي بي تي دي عبارة عن ادنس او اضافات موجودة بحيث ان انت تشوف الحاجة اللي انت بتخص فيها يعني على سبيل المثال لو انت مدرس هتدخل على اليدوكيشنال هتلاقي حاجات خاصة بعملات الرياضية دي حاجات بقى خاصة ان انت لو عايز تعمل حسابات الرياضية بالمعادلات بالحاجات دي كلها هيركز معاك والدهارات اقوى من لو سؤالتها الشات جي بي تي العدي دي حاجات خاصة بالبردات تفدي لو انت رأى عايز حاجة تتخصة بالانتاجية وان انت زود الانتاجية بتاحتك ان انت مثلا تديره ملف بدي اف وتسأله ويجاوبك تعمل بريزنتيشن الحاجات دي كلها طيب بمناسبة البرزنتيشن خلنا نروح للشات جي بي تي هقول له بقى انا عايز اعمل بريزنتيشن عرض تقديمي عن مكتب اسكندرية ماشي هو بيقول لي بقى المقدمة يعني لما تيجي تعملها بشكل اولا تدمير اسكندرية المكتبة في فيلم اسمه اجورا 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 يعني الساحة الواسعة اللي هم بيدرسوا فيها القرارات كان بيتكلم عن هباتها طيب هو عمال اللي كده عرض تقديمي لا اريد ملف بي بي تي فهيجهز الملف البي بي تي اللي هو البرزنتيشن اللي هو البر بوينت اللي انا اقدر ان انا اخده واعمل على البرزنتيشن لكن ثاني ما تاخدش الملف وتروح حط على الفلاشة وتروح تعرضه لازم تشوفه اول شريحة شريحة سلايد سلايد وتأكد ان الكلام مزبوط انه ما فيه غلطات لو فيه غلطة مش انا اللي هتحمل المسئولية ولا شازري بي تي المحاضر هو اللي هتحمل المسئولية لو فيه غلطة فيه صورة فيه كذا ما تاخدش الكلام مسلم به غير لما تدرسه وتأكد منه بشكل سليم ماشي؟ اهو عمل لعرض تقديمه هون مجرد ان انت تدوس عليه هيحملولك على الجهاز تمام؟ يعني شازري بي تي مغير مسطب اي برنامج ومغير ما عامل اي حاجة خالص فيه خاصية ان انت تقول له اعمل لي انا مثلا كنت محتاج ملف اكسل هاشرح عليه تقول اعمل لي ملف اكسل بالحسابات وكذا راح عملها لي تمام؟ طيب انا نبص على البرزنتيشن انا مش مسطب مكسوفت اوفيس انا مسطب واحد تاني مجاني open source فمحدش استغرب من شكل بتاعه بس هو احسن يعني هو مجاني تمام؟ ممكن ادخل الشاشة بي تي وقول له انا عايز بديل مجاني للبرنامج الفلانة الفلاني انا عايز بديل مجاني يكون بديل لفوتشوب يبدأ يجاب لي البرنامج المجانية اللي ممكن تكون بنفس الجودة ماشي؟ فده هو ليبرل اوفيس فانت ممكن تبدأ تحط الكلام المكتوب هنا تبدأ تحطه مثلا ايه؟ مثلا خلينا اقول له ايه؟ اريد اسئلة مع اجابات اختيارية على مكتب اسكندرية دي هتفعل صفحة بتاعتك سواء صفحة بتاعتك على فيسبوك او على انستجرام او كذا هتسأله السؤال ده هو وهو بيقولك الإجابة الصحيحة ده البرزنتيشن اللي هو بتعمل اهو مكتب اسكندرية عرض تقديمي كذا 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 بدلا هو ينظمه لي ولك ان انت تعدل فيه وتحط الصور اللي انت عايزها وكل حاجة ماشي؟ اهو حطيلي سبعة اسئلة تقدر ان انت تاخد السؤال ده وتحطه على صفحاتك على اللينكد ان من اهم صفحات اللي خاصة بالسوشيال ميديا وممكن محدش نقارها بشعرف ليه هنتكلم عنها شوية كده سريع فممكن تحطوها وتلاقي ايه الصفحة بتاعتك تتفعل يعني ممكن تكون عندك صفحة فتقول ايه انا هعمل ميزانية مئة الف عشان تبدأ انها تنتشر من غير ما تدفع ولا ما ليه مجرد ان انت تحط شوية كلام وصور بتراية معينة تفهم الخارزمات تدعت الفيسبوك تبدأ تلاقي صفحة بتاعتك منتشرة تلاقي ايه الاف الناس مشاركة فيها يعني انا مفيش ولا مرة ولا صفحة عندي دفعت فيها فلوس لكن الحمد لله كل الصفحات عندي فيهم تبعات كثيرة يعني مثلا دي صفحتي على اليوتيوب اليوتيوب من حدات السوشيال ميديا الخاصة بيه الفيديوهات فعدد المشاركين بتحدود تسعة وستين الف ونص من غير ما اعمل اي حاج خالص عدد المشاهدات سبع مليون ونص وده كل ده من غير ما يبقى فيه فلوس ولا حاج خالص دي كانت محاضرات عن عادة الاعمار في غزة وازاي نحن نقدر نحن نسان فيها وازاي نحن نقدر نعمل ترميم التراث الثقافي طيب شجي بتي زي ما نشوفته حلوه نفس الاسئلة دي لو سألناها هنجوب كذا موقع بيعمل نفس الفكرة مع اي سؤال هالسالهول خلينا نخد مثلا نحن عايزين نسأله اسئلة مع الإجابات هروح لي الجيميناي الجيميناي من الموقع القوية اللي انت تقدر انت تسأله ويبدأ يجيب لك الحاجات جاب لك الاسئلة والحاجات دي كلها تمام مكتب سكنداريو طبعا بيكلم اليغة اليونانية فانت كده قدرت تبدأ بقى تفض الكلام كده كوبي مغير ما تفضل جوه وتحطه في مثلا فيسبوك لينكيد ان في التويتر في كذا ما تتفاعل فالصفحة تحتك بتظهر على طول طيب في برضو كوبايلوت كوبايلوت برضو تقدر سأل نفس السؤال وفي ميزة برضو هتفيدنا دلوقتي هنشوفها اللي هو الانتدار تعمل صور يعني ممكن تقول له انا عايز اعمل صورة لحاجة معاناة فهو يبدأ يعمل لك الصور ماشي ممكن ندخل على كوبايلوت ممكن تستطابه في الابس نعم تستطابه عندك على الموبايل سواء ايفون او اندرويد بيديك نتائج كويسة طيب بانقع عربي اسمه كاتب موقع ده جميل جدا موقع عربي تستطيع تسأله اي اسئلة انت عايزها سواء عربي او انجليزي خلينا اغير لكم الواجهة هنا للعربي في شات في ان انت تعمل ديزاين يعني تقول له اعمل صورة معاناة يبدأ ان اعملها لك يعني انا سألت مثلا قبل كده انا عايز حامل اعلانية المنتج لبا يمتسب انه طبيعه دسمي فكاتل اجاب تحته جميلة جدا قلت له اشرح لي تفاصيل موازل لعمره الاسلامية فبدأ اشرح بشكل كويس او بدأ يقول لي اختيار الاعلان للحاجات دي كلها طيب ما تجي نعملها احنا بقى مرة كده من بداية وممكن تخصص وتقول له انا عايز حاملة اعلانية للانستجرام عايز حاملة اعلانية للفيسبوك كل واحدة فيهم بتبقى مختلفة تماما لان هو بيراعي الجمهور اللي هنا بيعامل ازاي والجمهور اللي بيعامل ازاي طيب خليني مثلا اقول له ان انا عايز تكتب لي مقالة عايزك تعمل لي مثلا ممكن اخش معاه في شات ممكن اخش معاه في article write ممكن اقول له عملي حاجة خاصة بالامازون ماشي طيب اقول له صمم لي بوست فيسبوك فرح درس تاريخ الاندلس فهو لو انت له فيسبوك غير لما تقول انستجرام فيه ممكن تقول له الفيرست بيرسون او سيرد بيرسون يعني فيرست بيرسون يبقى انا بتكلم عن نفسي مثلا انا هتكلم كأن انا واحد من تاريخ الاندلس او سيرد بيرسون انا شخص برا الموضوع فريندلي لا ممكن اقول له خليها علمية اكتر او متفقلة او بيرفوشن زي ما انت عايز هدفر كتير جدا لما بتختار نبرة الكلام نفسه هتبع عاملة زي او فبدأ يقول لك حدد الهدف جمع المعلومات تنظيم المستوى ممكن تقول له ايه طب اكتبل انت بقى مثالي حاجة زي كده حاول تكتب ايه درس ساعته من تاريخ الاندلس عشان الناس تتفاعل معك التفاعل ده يخلي عدد المشاهدات تزيل ايا كان الهدف بتاعك يعني ممكن يكون الهدف بتاعك ان انت بتنشر قضية او بتعمل دعا لنفسك وده مش عيب ممكن ان واحد مثلا شغال وظيفة معينة وعايز ناس يعرف ان هو شوطر في الحاجة دي فيجوله وهكذا طيب دي مواقع متخصص في الحاجة زي كده